ايضا مارس الكولر بيدرس الاستعانة بحمد فتحي في مركز قلب الدفاع بيفكر يلعب بحمد فتحي متأخر زي ما كان بيعمل بيتسو موسماني كمدافع ثالث عشان يدي حرية هجومية اكتر لعلي معلول وايضا محمد هاني لما تلعب بثلاث مدافعين ده خلال مباراة سان داود ولو فكر كده مارس الكولر او بدأ يشتغل على كده انا هميال اميال ده اميال ده يعني حمد فتحي يبقى ثالث وراء وقدام مروان عطية وقال يو دينج الدنيا هتتذبت عشان هو سان داودز هجومية خطير جدا والنادي الاهلي في مباراة سان داودز لو ما قدرش يكسب فما ينفعش يخسر يبقى على الاقل التعادل فلازم يبقى حريص في المباراة دي جدا جدا من جانب اخر اتحاد الكرة قرر احالة عبد الرحمن رجدان مدافع النادي الاهلي ومنتخب الشباب الى لجنة الاندباط بعد شكوى الكابتن محمود جابر المديل فني المنتخب الشباب ضده شكوى او شكوة محمود جابر ضد اللاعب كانت بسبب تجاوزاته ضد المدرب بعد مباراة السنغال في اهم افريقيا وقيامه بالبسك على اعضاء الجهاز الفني ده كلام ده كلام بس نسيب التحقيق ياخد مجرأه بعد كده نبقى نتكلم في الامر ده بس هو جيل كله فيه جيل المنتخب ده فيه حاجة مش مظبوطة فيه حاجة مش مظبوطة ان شاء الله الامور تتعدل عشان محتاجينهم اكيد في المستقبل لمنتخب مصر الاول رؤية فيتوريا المدير الفني للمنتخب الاول قرر بالاتفاق مع جهازه المعاون منح اللاعبين حرية الافطار او الصيام في مواجهة الاياب قدام ملاوي المحدد لها يوم 28 مارس الجاري في تمام الثالثة عصرا مصدر بمنتخب مصر قال لنا ان فيتوريا على علم بوجود رخصها للعابين بالافطار حيث سابق له طبعا العمل في السعوداء لكنه ساب لكل لعب الحرية يعني هو قال لهم اللي عايز يسوم في مباراة ملاوي اللي هتكون الساعة 3 العصر في ملاوي يسوم اللي عايز يفطر يفطر براحتك يعني هو مش هيجبر اللاعبين انه هم يبقوا فاطرين مش هيجبرهم بس ساب لهم الحرية مفهوم وده بيحصل تقريبا في معظم او مع معظم المدربين في المباراة الافريقية وهي فعلا حسب حالة الشخص يعني